راديو نيل تطبيقات خاصة بإدارة المنزل خاصة بالمنازل الزكية حاجات كتير جدا تطبيقات التجميل والأكل وحاجات كتيرة جدا ويمكن من أبرز التطبيقات اللي اخترناها معين الرجالة أكتر يعني بيأكلوا أكتر مننا وتطبيقات الأكل تلاقيها على موبايلاتنا احنا يعني حاجة غريبة لأن احنا اللي بنضبخ واحنا اللي بنختار الأكل لا هو دائم دال فهو يدل يا هبة أن احنا يعني مهما كان قلبنا ده يعني برضو للأسف احنا آه بنحب بنعمل الأكل بس هما اللي يأكلوه نصنع الحلم بس هما ما علينا مهم طيب يا جماعة بالهنة والشفا طبعا طبعا يمكن من أبرز التطبيقات كده يا ميرا تطبيق يهم بقى ناس كتير جدا لما بتكوني في مشوار وتليفونك يفصل شحن وتلاقي البيت كله ووالدتك واخواتك البنت جرالها حاجة تليفونها فاصل شحن ده أكيد حصل لها أي حاجة ويبدأ بقى الوسوس يفكر في مليون حاجة انت فين يا ترى جرالك إيه يا ترى تمام أو مثلا الأم الأولاد تأخروا أو البص بتاعهم تأخر عن المدرسة يبدأ القلق يبدأ ده ولكن برضو في تطبيقات ممكن تساعد علشان تحل المشكلة دي زي تطبيق لايف 360 والتطبيق ده بيساعد الأم أو أن هي تتطمن على أولادها وهم في المدرسة سواء خرجوا من المدرسة من خلال مشاركة الموقع الإلكتروني كمان لو هي في حالة خطر أو كده مرأبة ليهم يعني تطبيق بيرأب يعني بيخلي الأم بتشاركي التطبيق معاهم فبتعرفي هم فين خرجوا في الطريق كمان الأم كمان لو في أي مشكلة أو حاجة خطر أو تحذير معين بتبعت من خلاله رسائل لأبنائها لزوجها كمان ممكن من خلاله لو حصل لو ركب مثلا سيارة أجرة وانحرفت عن طريقها فبالتالي بتقدر أن أنت تبعت رسائل بداء أو بتقدر كمان تخش في محادثة مع العائلة والأهل من خلال التضيق يعني دي من الحاجات اللطيفة جدا واللي التكنولوجيا أعتقد أن هي ممكن تخدمك في حاجة زي دي أنت عايزة تطميني على ولادك راح والمدرسة ولا لأ جوزك لما يخرج من الشغل تمام هو في الطريق ولا لأ كل الحاجات دي ممكن أن هي تخدمك وتسعفك بشكل كبير جدا يمكن فيه تطبيقات تانية يا هبة وتطبيقات متعلقة كمان هم الأمهات الجداد اللي مش عارفين بقى يتعاملوا مع الأطفال أو اللي هم لسا مخلفين جديد وفي بيبي هم مش عارفين يتعاملوا مع الكائن الصغير ده إزاي اللي هو شهور الحمل شهور متابعة الدكتور طبيعة الأكل التمارين الرياضية اللي المفروض الحامل اللي هي تتبعها وتعملها كل الحاجات دي برضو يعني تطبيقات متخصصة وقايم عليها ده كثرة ومتخصصين وعلى مستوى العالم في الحقيقة أيمين وعملين الأبليكيشنز دي أو التطبيقات دي إن هي تساعدك في تربية الطفل في الشهور الأولى وطبعا متابعة الدكتور طبعا دي حاجات مهمة جدا جدا في حتة نهاية التقدم وخصوصا لو ما عندهاش المعلومات الكافية زي تتعامل مع الطفل زي تخليه ينام لإن أنا شفت برضو تطبيقات زي تديك نصايح وحاجات معينة علشان الطفل بقى هادي زي ينام كويس زي تهتمي بصحته بأكله يعني الغذاء الخاص به فدي مهمة جدا بيها برضو علشان خاطر إن هي تتابع يعني حالتها الصحية في فترة الحامل والولادة يعني في تطبيقات تانية في الحقيقة كثير جدا متعلقة بالست وعلشان تريح الست طبعا هنتكلم فيها على مدار حلقتنا النهاردة بفكركم تاني إن رقم الأزم أز بتاعنا 153 وكمان نغم فقام بالعربي وبالإنجليش صفحتنا على الفيسبوك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة